مع بعض كده الاسئلة. وصلنا للسؤال الخمسة اجر. اه جاب لك كده صفحة اه انترنت. وبيقول لك احفظ اه ديت. كما لف نصي اه وحطها على اه اه لو طلب يا جماعة عملك سؤال زي كده هتصرف ازاي? بتروح على قيمة وبتروح اللي هو حفز الاسم. وبتختار طبعا من هنا اللي هو اللي هو اللي ايه? وبتيجي من هنا اللي هو انه هو تخليه كده اه تمام? يعني بتفتح السهم كده وتختار وتقول له طبعا السؤال ده مكرر خدناه كتير اوه في الورد والوكسل والحاجات ديت. السؤال اللي بعد كده اه جاب لك اه صفحة صغيرة كده. وابديك هنا خمس اختيارات. بحس اه تحط الاختيار اللي تحط هنا في السرج. تمام? بس هنا رسول الاول بقول لك باستخدام السحب. اه يعني نسحب المربعة ده نحط هنا كده. اه انقل النص في اللي هو ده. اه بوكس زات وود ريترن اللي هيبحس عن مجموعة من اسماك. اه لا تشمل على طبعا يا جماعة لا تشمل في حاجة اسمها وفي حاجة اسمها اه اه انكلود. اه هيبحس حاجتين يبقى بينهم علامة زائد زي دي كده. يعني لو هو قالك اه 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 بنا اخدها كده وحطها ايه حطها فوق. تمام? وبعد ما نختارها بنقول له ايه? هو قالك ايه? اه اه ايه اه اه ايه اه ايه ماشي. اه اه وبعد ما تخلصت بيوصل ايه? على صب نت. ماشي جماعة? يبقى تاني كده. هنا 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 بيتكلم عن دائرة البحس. او لما يكون بين الكلمتين زائد هيبحس نهجبتين مع بعض. لما يكون اه بين الكلمتين ناقص يبقى هيبحسها على الوانية. ويعمل ايه للتانية. السؤال بعد كده الخامة التمانتاشر. اه بقول لك اعمل اه معينة لهذه صفحة عشان نتبعها. لو انت عايز تعمل بتروع على قيمة وتروع على اختار الامر ايه? ها? اللي هو اللي هو تسأل لي بعد كده اطبع تلات نزخ من هدي الصفحة استخدام الاعداد الموجودة. عايز اطبع تلات نزخ. بروح على قيمة واروح على الامر بيرنت. بيجي ده كده. اجي هنا وعلى اكتب تلاتة وقول له ايه بيرنت. السؤال بعد كده برضو جايب لنا اه خمس اه مصطلحة وخمس كلمات وعايز نحطها ايه فوق. اه هنا بقول لك ده من يا جماعة ده من يا جماعة دمين اه في الغيابة يعني بيكون من حرفين زي مسلا اي جي اللي هو اختصار ايجيبت. اه دي اي اختصار دنمارك. اه ولا يكون يعني يعني جماعة الجماعة ايه جماعة البلاد ده من بتاخد ايه احرفين معانا فهنا فين بقى اللي هو يا جماعة اللي هو ايه اللي هو اللي هو ده هو طبعا بيختلعها شوية كده فهو عندنا هو طيب اسم مستخدم اي اسم مستخدم عادي زي هلجا كده طيب اه قسم في الشركة اللي هو في ساعة اكاونتس اه ساعة الحاجات ديات. ماشي دي كلها اقصام في شركات دي. اه اه بيديك اسم عادي اللي هو مطمارك بيتبعه اه او نقطة. اه طبعا للعامة ايه? العامة ديات. ماشي? هنا اه عايزش يعرف اه او يشوف اني واحد من الاربع اه امينات دول اه مكتوب صح او اه طريق كتابته ما فيهاش اي اخطأ. اه هو طبعا تاديو جماعة واضح واضح ان هم مش واضحين خالص يعني يعني تحس ان في نقط كده اه مش عادي دي هل مسافة ولا نقطة ولا كده. بس هو الواضح ان هو الصحة اللي فيهم هو ده. اللي هو اهو. اه ده الشخص اللي رايحه جواب. اه كانت بحروف اسمول. اه مفيش اه مسافات. ماشي? والمكتوب طريقة صح. خلاص? اهو بطوق اهو. ودي بتاع الموضوع. تمام? ودي كاتب ايه? بتاع الرسالة بتاعته. يبقى هو ده الاختيار ايه? المزبوط. هو ده الايميل المزبوط. استغلل بعد كده. يقول لك اي واحد من الجمهة الاتية. اه. كما معناها التوقيع الرقمي. التوقيع الكتروني. دي يا جماعة بيستخدمها ليه? بيستخدمها عشان يتحقق من شخصية الباحة الرسالة. تعالي نشوف كده? اهو. بقول لك اهو. بيستخدم التوقيع الكتروني. اه لتحقق او نتأكد من شخصية شخصية اه مرسل الخطاب او رسالة. تمام? لان انت بتلاحز ديما في اخر سالة اه امدوته او توقيعه. فطبعا استحال حد ايه يزوره او حد يعمل زيه. خلاص? اسؤالي بعد كده. بقول لك اه اه اداء بانترنت بتمكنك او بتخليك. اه تجد المعلومات بصرحة. اه اداء من الانترنت بتخليك تشوف او تبحس عالمعلومات وتلاقيها بصرح. طبعا ده اللي هو محارك ايه? البحث. الصلاة اللي بقى كده بقى. بدأ في اسئلة الاوت لوك. اه جيب لك ايه صفحة الاوت لوك كده. اه دا اه بعنوان الامبوكس يعني الرسائل الوردة. يعني رسائل اه الوردة اللي جاي لك على اليميل. تمام? عايزي بقى بقول لك اوبن زا ايميل ميسج افتح آآ الايميل لسات الايميل آآ اللي بنوعوه تاعمل سلينا كايل دايما كده بيكتب في الافروم من يعني اللي باعت الجواب آآ يعني الاسم بالعجس يعني اكتب حدنا كايل سلينا بص كده هات ذه الاسم التية توه طيب انت عايز تفتح الااااا الايميل بتاعه بتروح ايه بتروح تعمل على دابل كليك. اهو. اه. خاص لي معهم? طيب السؤال اللي بعضو. جام لك برضو كده. اه هكتوب بعنوان وده اه اميل اه مبعوط او او جاي فروم اه 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 سادلي اه اني بتينوتكم والتاريخ ورايح مين وهكذا. وده العنوان. عايز ايه? اميل مسج مسج. عايز ايه في الاميل ده. ممكن من فايل ماشي? او من ايه? من اكس ده. طبعا جمعة? الفايل او من اكس اللي ايه? العنوان. السؤال اللي بعد كده. جاب لك برضو شاشة اللي بقول لك اه اه زي امبوكس. اه شيل عامة الفلاق ديت. عامة الفلاق ديت. عاص من دروح فين? بروح على خيم ونختار عام ده. ومن ده بيجي بيجي لها بقى حالة بقى الاولوية واتاتاتشمنت المرفقات وفلاق. بنشرعم الفلاق ديت. ونقول له ايه? اوكي. طيب صحيح اللي بعد كده. نجيب لك برضو ايميل كده. والايميل ده في اه اه بقول لك بدون فتح الملف المرفق ده. اللي هو اسمه قاجين ده دوات. احفظوا على بتاع الكمبيوتر. بنيجي عامة كده. بنجي عليك لك مين? خلاص? ونختار الامر ها? تمام? يعني حفز المرفق. خلاص? حفز ايه? المرفق قد. انت كان يكليك شمال? بيجي يقول لك بقى. هتحفظه فين? اهو. تحفظه فين? عشان تختار المكان. وتختار وتقول له اوكي. طيب السؤال اللي بعد كده. بيقول لك غير عداد التطبيق بحيس انك انت ما تيجي ترد على رسالة. زي الرسالة الاصلية ما تظهرش. يعني انت او انت تبعت رسالة واحد او ايميل واحد اللي انت بعتوله ما يبعتش في الرد اللي هو جاي لك. خلاص? طيب هانا بقى بتعمل ايه بقى? في عندك كده حاجة اسمها تولز وبتروح لخاصية اسمها ماشي? وفي تاب اسمها الارسال. بتروح بقى تلاقي حاجة اسمها آآ يعني ضمن رسالة في الرد. فبتشيل الصحة بتاعتها وتقول له اوكي. ماشي يا كمان? ده عشان ايه? ده عشان الرسالة آآ ما تجيش فين في الرد بتاعك. آآ بيديك سؤال بعد كده اللي هو ده. بقول لك طبعا دي الشكل بتاع اني ايميل رايح لوحد. فبقول لك ميك بي جونز آآ آآ ميم دوت كوم زمين خلي آآ العنوان ده او الايميل ده هو المستلم الوحيد آآ من هذا آآ آآ الايميل مساج او رسالة بتاع الايميل. صميت بطن هو اني وهي فنشت. عايز 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 يبعاتها يعني للايميل ده. فبنيجي جامعة لطول كده وتقف هنا وتكتب اسم بي جونز آآ ميم دوت كوم وبعد من خاص تقول له ايه? تقول له صمت. هنا بقول لك آآ هناك في سؤال الفات قال لك ايه? آآ زمين المستلم الاساسي او الرئيسي. هنا بقول لك بقى آآ كاربون كابي ايه مع اللي هي اختصارها سي سي. كربون كابي. ابعت نسخة طبق الاصل. او زيس ماسيج. طو. سين وايد. قاعد ميم دوت كوم. هي اصلا مبلغوطها الواحد تاني. اللي هو ايه? ايه. عايز يبعط نسخة منها لواحد تاني ده. فبنيجي ده فين بقى? بكتبه قصاد السي سي. بنقف كده. ونكتب سين وايد اد ميم دوت كوم. وطبع معنا خاص نقول له ايه سنت. اوه. سؤال بعد كده. بقول لك. اتاتش زا فايل اكاونتز دوت اكسل اس. ارفق الملف اللي اسمه اكاونتز دوت اكسل اس. لهذه الرسالة. بقول لك زيس فايل اس ان مايو دوكومنتز. هزو الفايل موجود في اه مايو دوكومنتز فولدر. عشان عشان اه تبعت جواب اه بمرفقات. فبتعمل ايه? بتروح كده على اه اه ده كده اسمها التلشافة اهي لها دي. بتجي على لك كده. اهو. بتفتح لك قيمة. خلاص. اه فيها اسمه فايل اتاتشمنت. بتيجي اختاره. بتختار بقى. بتروح بتروح اشوف اولك ايه لك في مايو دوكومنتز. بتروح على مايو دوكومنتز وبتيجي على الفايلس موكاونتز اللي هو ده. بتيجي على مايو كده. بتقول له ايه اتاتش. سؤال لي بعض. اه جايب لك رسالة وبقول لك اه. بريورتي يا جماعة يعني الاولوية. الافضلية. انت عندك كتير قوي. عندك رسالة كتيرة. فيه رسالة مهمة. اه اللي هي تاعتها اه وفيه عندك رسالة مش مهمة اللي هي بتاعتها اه لو. فانت عايز تخلي رسالة ديت بتاعتها هاي. فبتيجي ايه? بتيجي كده على تفتح الاسة. خلاص? وبتختار اه ست بتاعت عليها. بيدي اختارات هاي ونورمان ولو. بتختار ايه هاي? السؤال اللي بعد اي كان. جايب لك اه الامبوكس مرضو بتاعت الاوتلوك. وبقول لك اه زا ايميل مسيج. يعني ابعتها الواحد تاني. ابعت المسيج اللي جاي من روب والسون. اللي هو التاني يا جماعة. اهو والسون روب. اه اه ابعته الواحد تانية. فاحنا الاول بنختار الايميل ده. اهو. نختاره. نحدده. وبعد يكن نروح على قيمة ايه? بعد بروح على قيمة فورد. بنيجي على تو دي. نبعته الواحد من تاني. نكتب بقى اللي هو اسم ده خلاص? وبعد ما نخلص نقول له ايه? نقول له سنت. بس فايل اللي بعد كده. بقول لك دليت زا فايل انتايتلت اجندا للدوق. اه احزف الفايل اللي هو اسمه اجندا اللي هو ده. اللي هو في اقتاش اقتاش. اهو بنيجي لايجا مع كده. بنعلمه. بعد ينكليك مين? ونختار الامر ايه? ها? يبقى هو كده بيشيله من المرفقات. السؤال اللي بعد كده. اه جايب لك اه يعني يا جماعة يعني اه كتاب العنوين او دفتر العنوين بتاع الناس اللي انت بتاسلهم. ايميناتهم واما والمعلومات ايه? بتاعتهم. اهو نجيب لك الاسامة هو النيم الاسم بتاعه. اللي هو الكوز اي ده? وهنا جايب لك الايميل اه بتاعه. فعايز بقى بقول لك اعمل جروب جيدة. اعمل جروب جيدة اسمها تحتوى على على عنوين عايز يعمل ويحط فيها اخر اسمين ده. اللي هو بنيجي على الخامة دي اللي هي نفتحها وبنختار تمام? الاول هنا بقى نسميها. اكتب هنا. تمام? كده نسميتها. عايز بقى اضاف لها الناس اللي هم روب ويلسون وسين وايت. بقى كده اقول له سيليكت ميمبرز. جاعة ديات. واختار بقى. اه دي روب ويلسون اقول له سيليكت. هو دي سين وايت اقول له سيليكت. بعد ما اخلص اقول له ايه? اقول له اوكي. اشتركوا في القناة